أكدت وسائل علامة أمريكية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA أنشأت أول فريق عمل للتحقيق في هجمات المايكرويب المشتبه بها على ضباط المخابرات الأمريكية ستعتمد الجهود على مجموعة واسعة من الموارد في الوكالة ومن ضمنها وجود عملية للتصدي لأي حوادثة مستقبلية وفقا لمسؤول حكومي أمريكي فما الذي ستلجأ وليه واشنطن إذا ما ثبتت من التحقيقات طورت روسيا في هذه الهجمات هجمات روسية خفية ضد مسؤولين أمنيين أمريكيين عنوان يحمل بين طياته نظر عواقب وخيمة إذا ما أثبتت التحقيقات التي تجريها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تورط موسكو بهجمات استخدمت موجات مايكرويب وألحقت أضرارا دائمة في أدمغة وأعصاب من استهدفتهم من ضباط ومسؤولين في وكالات حكومية أمريكية حيث سلطت قضية الضابط السابق للسي آي اي مارك بوليم رابولز الضوء على هذا الملف الحساس رغم مرور سنوات على إصابته بإعراض مرضية دماغية مجهولة السبب ومع كشف السرية عن تقارير تحدثت عن حالات مماثلة لبعض المسؤولين الأمنيين الأمريكيين خدموا في روسيا وأوروبا الشرقية وكوبا فقد تبنت وكالة سي آي اي القضية بالتحقيق والبحث وذكرت دراسة جرتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن إشعاع المايكرويف الموجه كان السبب الأكثر ترجيحا للأعراض التي لوحظت على موظفي الحكومة الأمريكية المتضررين فيما سمي لاحقا بمتلازمة هافانا ورجح التقارير إعلامية في أعقاب أولى حوادث هافانا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استخدمت بيانات هواتف محمولة لتحديد مواقع ضباط تابعين للاستخبارات الروسية على مسافات قريبة من ضباط السي آي اي الذين أصيبوا بأعراض في بعض الأماكن وقد أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن مراجعة للتصرفات العدوانية لروسيا وتعهد وزير الخارجية أنتون بلينكين بالكشف عن المزيد من المعلومات بشأن متلازمة هافانا وبمحاسبة أي دولة يثبت ضلوعها بهذا الأمر وللمزيد من التعليق ينضم إلينا من واشنطن فريد فلعزع رئيس والمدير التنفيذي لمركز السياسات الأمنية أهلا ومرحبا بك معنا ما الذي تملكه الإدارة الجديدة من أدوات للتعامل مع هذا التهديد سعيد بوجودي هنا دعني أولا أشرح عما نتحدث معروف أن هناك موجات مايكروويف يمكن أن تدمر الإلكترونيات وهذا سلاح تمتلكه الكثير من الدول من غير المفهوم أيضا أن هذه الموجات تدمر خلايا المخ وتسبب الصداع وفقدان حاسة السمع وفقدان أو استساقط الشعر هناك أدلة أن هذا ما حدث في موسكو وهافانا وربما في بكين أيضا وأنه كانت هناك حالات كثيرة من هذه الأعمال الشريرة التي تعرض لها دبلوماسيون أمريكيون الـ CIA شكلت مجموعة عمل لتحديد ما حدث وإثباته وعلينا أن ننشر نوع من معدات المراقبة التي تلتقط موجات المايكروويف هذه ليس فقط لإثبات أنها موجودة وإنما أيضا للدفاع عن ضباط الاستخبارات والدبلوماسيين في هذه المنشآت التهديد خطير الآن نحن نستمع لمرشح الرئيس لإدارة CIA وهناك عادة لتشكيل هذه الوكالات الاستخباراتية مع الإدارة الجديدة ما الذي ترى من حجم هذا التهديد فيما يقوله المسؤولون الجدد؟ وليام بيرنز سيكون مدير CIA الجديد وتشرفت بالعمل معه عندما عملت في وزارة الخارجية وهو اختيار ممتاز لرئاسة CIA كان دبلوماسيا لعقود وأعتقد أنه سينظر على التهديد بكل جدية وسيشرك أفضل الخبراء للدفاع عن الأمريكيين الذين يعملون في السفارات في الخارج وأنا سأعيد أن الموضوع أثير خلال جلسة تثبيته ومن بعد جلسة تثبيته ما الذي على الوكالات الأخرى إلى جانب CIA ووزارة الخارجية أن تتعامل به مع هذا التهديد؟ أعتقد أنه سيكون هناك جهد من جانب عدد من الوكالات منها وزارة الخارجية ووكالات استخباراتية ووكالات لديها خبرات فنية ربما وزارة الطاقة وكما قلت المسألة ليس فقط أننا يجب أن نثبت ما يجري وإنما يجب أن نكشف عن هذه الهجمات وذلك للدفاع عن دبلوماسيين حاليا ليست لدينا المعدات للكشف عن هذه الموجات المشكلة هذه الموجات تستمر لجزء من الثانية وتحدث تلفا في خلايا الدماغ يجب أن نقوم بالعمل لإثبات أن هذا ما يحدث منذ اكتشاف هذا الأمر ما الذي غيره ذلك في طبيعة عمل الوكالة؟ لا أعرف لا أعرف أن التهديد موجود حاليا أعتقد أنه غير الطريقة التي تقوم فيها الحكومة الأمريكية بالعمل اعتقادي أن الدبلوماسيين في الخارج يتخذوا إجراءات لحماية أنفسهم لا أعرف ماذا ولكن أنا متأكد أن الحكومة ردت بطريقة معينة آمل أنه ولأننا كشفنا عن هذه الهجمات أن الدول التي تقوم بها ستتوقف عن ذلك وما فرص أن يتحول هذا إلى ملف دولي تتعاون فيه جميع الدول؟ أمل ذلك وتخميني هو أن هذه الهجمات أيضا تعرضت لها سفارات أخرى أنا متأكد أن أصدقاء وحلفاء أمريكا استهدفوا وما يقلقني هو أن هناك أكثر من دولة تستخدم هذه الهجمات هذا حدث في هافانا وبكين أيضا ربما أيضا في أماكن أخرى ربما في دمشق مثلا لا أعرف هذا سؤال جيد وأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها وأصدقائها للنظر في هذه المشكلة فليت فليت الرئيس والمدير التنفيذي لمركز أدرس السياسات الأمنية من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك قالت سلطات الأمنية في أفغانستان أن هجمات أدت إلى مقتل ستة من عناصر شرطة المحلية في ولا ترات غرب البلاد تزامنا مع صدور تقرير الأمم المتحدة خاص بملف ضحايا من المدنيين ومع بدء المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية المدنيون هم أول الضحايا في الصراع الدائر في أفغانستان تقرير جديد للأمم المتحدة يرصد سقوط الآلاف من المدنيين خلال العام المنصرم لكن اللافتة في التقرير هو تراجع نسبة الضحايا مقارنة بالأعوام الماضية حيث تجنبت طالبان الهجمات في المدن الكبيرة وهو ما أثار حفيظة الجانب الأفغاني في التقرير الأممي تم تحميل طالبان ستة واربعين في المائة من الهجمات على المدنيين لكن الأمر يتجاوز هذه النسبة بكثير طالبان مسؤولة بشكل كبير عن العنف المستمر في البلاد ويأتي التقرير في وقت أصدرت حركة طالبان توجهات لمقاتليها بوقف التعرض لأي شخص خارج أطر القضاء إضافة إلى وقف انضمام العناصر الأجنبية إلى صفوفها الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من طالبان لإثبات تعاهداتها بشأن قطع علاقاتها مع جماعات الإرهاب الدولي طالبان ترفض وجود عناصر أجنبية ضمن صفوفها لكن روايتها هذه لم تكن مقنعة للولايات المتحدة حتى الآن ولذلك أصدرت أوامر جديدة لمقاتليها بمنع انخراط أي عنصر أجنبي في صفها تطورات متسارعة تبدو أنها تأتي بعد جهود أمريكية ودولية بهدف تحريك عملية السلام التي تعثرت بين كابل وحركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة جهود أدت حتى الآن إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين مجددا في العاصمة القطرية الدوحة رغم استمرار المعارك بين طالبان والحكومة إلا أن الأمل يتزاين بشأن التقدم في مفاوضات الطرفين وهو ما قد يؤدي إلى وقف لإطلاق النار الذي يمكن أن يضع حدا للمأساة المستمرة في البلاد صفة الله صافي الحرة كابل بعيدا عن الأرض وأخبارها إلى الفضاء تحديدا المريخ نشرت وكلة الفضاء الأمريكية ناسا صورة بانورامية لافتة من الكوكب الأحمر التقطها المسبار برسفيرنس في المنطقة التي حط فيها الأسبوع الماضي أظهرت أصور قمة فوهة جيزيرو التي كانت تحوي بحسب العلماء محيرة عميقة كان يصب فيها نهر قبل حوالي ثلاثة مليارات وخمسمائة سنة أول صورة بانورامية عالية الدقة من فوق سطح المريخ برسفيرنس التقطت صورا من مختلف الجهات ليتلقفها علماء ناسا وينسجون منها مشهدا يظهر المنطقة التي هبط فيها الروبوت على سطح الكوكب الأحمر الصور تظهر سلسلة جبال تضم قمة فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها ضمت بحيرة عميقة كانت مصب نهر قبل مليارات السنين 142 صورة بانورامية أي بزاوية 360 درجة التقطتها برسفيرنس باستخدام آلات تصوير فائقة الدقة مدمجة فيها العلماء ألحقوا أيضا بالمركبة مسجلات صوت ونشرت ناسا تسجيلا يبرز صرير الريح على الكوكب الأحمر وإن كان مكدرا بأزيز محركات الروبوت الصور والتسجيلات تساعد على تحديد التاريخ الجيولوجي والظروف الجوية في الفوهة وتحديد الصخور والرواسب الأجدر بأن تنقل للأرض مستقبلا حيث يسعى العلماء لإيجاد أثار حياة قديمة هنا من خلال 30 عينة صخرية سيجمعها الروبوت من الكوكب الأحمر خلال نحو العامين ترجمة نانسي قنقر